اضاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تموج بحار النغم بالعديد من لآل الألحال توارد في رفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بجيع الألوان غواص في بحر النغم غواص في بحر النغم صهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي أصدقائي المستمعين أهلاً ومرحباً بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم حلقة نستمع فيها نبحث ندقق ونتأمل أصدقائي المستمعين أولاً دي آخر حلقة لنا في هذا العام وإن شاء الله أقول كل سنة ونت طيبين وإن شاء الله السنة الجاية تكون عام خير لنا جميعاً كل واحد فينا أماله ويكون أحسن بكتير من الأعوام أصدقائي بتمر علينا ذكرى أحد عمالقتنا في مجال الموسيقى الموسيقى العربية الشرقية الأصيلة ذكرى عملاق كبير وفنان كبير أثرى الموسيقى بكل أعماله الحقيقة سواء كانت موسيقى صرفة أو مغنى يعني أغاني أو حتى كعازف لآلة العود فناننا الكبير فريد الأطرش وأنا هنا الحقيقة مش في مجال سرد لسيرة فريد الزاتية وإنما يعني أحاول أستعرض معاكم يمكن نمازج من أهم ما أقدمه هو في عالم موسيقانة الشرقية لو قلنا فريد لازم نقول عازف العود فريد الأطرش اللي قدل آلة العود الكثير واللي كان فعلاً المثل الأعلى والنبراس لكل عازف عود حاول يمشي يتتبع خطأ أنا واحد من البشر أنا يعني أكتر اتنين أسروا فيا كانوا لا يرحموا أستاذ فريد والله يرحموا أستاذ رياض الصنباطي نقول فريد المؤلف الموسيقي ونقول فريد الملحن ونقول فريد المطرب ونقول فريد زود طاقة الدرامية الاستعراضية بالتأكيد هما الخمس نقدل هما اللي بيحددوا أهمية فريد الأطرش في عالمنا الموسيقي في حلقة النهاردة هنغطي بعض الجوانب مش هنغطيهم كلهم الحقيقة هنغطي فريد عزف الأوت هيجي معنا وفريد مؤلف الموسيقى وفريد الملحن وفريد المطرب ويمكن فريد مؤلف الاستعراضات أو مؤلف موسيقى الاستعراضية نقابله في حلقة أخرى أصدقائي فريد الأطرش من أكتر من أثروا الموسيقى العربية الموسيقى الصرفة البحتة اللي بيقولوا عليها الصمتة ليه مش فاهم يعني لكن أنا بفضل أقول الصرفة أو البحتة قدم أعمال موسيقية كتير جدا لكنه كمان قدم شيء جديد في وقتها جدا مش عارف هو ولا السيد رياضي الصنباطي مين سابق ولا السيد عبلهاب كمان لأنه برضو عملها أنه يعمل المؤلف منهم يعمل موسيقى مستوحى من أغنيته يعني مثلا في حالة فريد نقول عمل مثلا لحن الخلود وموسيقى لحن الخلود نجوم الليل وموسيقى نجوم الليل حكاية غرامي وموسيقى حكاية غرامي حبيب العمر وموسيقى حبيب العمر إلى آخره يعني كرر هذا الأمر كتير قوي ده كان طبعا السينما كانت بتديله هذه الفرصة لأنه كان بيطلع يغني مثلا في الأوپرا وبفرقة كبيرة ضخمة جدا وراه كده فكانت قدامه فرصة أنه يعمل ده وباقتدار شديد حقيقة اخترت لكم عملين من اللي فريد عمل لهم موسيقى يعني موسيقى خاصة بالأغنية حنبتدي بأولهم أغنية نجوم الليل من أحلى معامل فريد سواء كنجوم الليل الموسيقى البحتة أو نجوم الليل الأغنية طبعا هم مرتبطين ببعض لأنه زي ما اتفقنا أن الموسيقى مستوحة من الأغنية النجوم الليل تأليف شاعرنا الكبير مأمون الشناوي وصيد مأمون الشناوي من أكتر الناس اللي اتعاملوا مع فريد كان صاحبه وكان فيه اتساق روحي ما بينهم كانوا يحبوا بعض حد النهاردة يكلمني عن فريد بحب شديد وبافتقاد يعني أحس أنه مفتقده جدا طبعا زي ما احنا عارفين الكلمات واضح أن المزاج النفسي مزاج حزين جدا مزاج قاتم جدا واضح أن ده كان بيلقى هوى كبير في نفس فريد منذ وفاة أخته أسمهان فضل هذا الجرح فضل لم يندمل طول حياة فريد وكان بيلقي يعني كنا بنلاقي فريد بقى زي ما احنا عارفينه يعني فيه أحسن حالاته هنا في هذا المود النفسي يعني أو المزاج النفسي نمسك الموسيقى الموسيقى وزعها له بي بي ألمانزة كان خواجة عايش في مصر ومعظم العزفين هنا كانوا خواجات عايشين في مصر ألمانزة كان اشتغل مع فريد كتير قوي وفاهم روحه كويس قوي وده باين من التوزيع ما فيش اغتراب ما بين موسيقى فريد وما بين طريقة التعامل ألمانزة الأوركسترالي نشوف عمله ايه بقى مع بعض بنبتدي بجملة العرض الرئيسية جملة محترمة فخمة بناخدها بالأوركستر كامل بناخدها بالواتريات وردود الخشب ونحاسم عامل جو وإبهار عالي فظيع بنلاقي بعد كده رد بالواتريات الغليزة البساط والشلوهات والخشب الغليز زي البسكلارينت مثلا زي الفاجوت بنلاقيهم معنا آلاته بتقول من تحت خالص تحت تحت جملة آآ بتوصلنا لرتمة بطيء خلي بالكم من تفعيلة الرتمة دا هنا ألمانزة بتي ألمانزة عامل جو جميل قوي إنه مثلا لو الرتم دوم تاك 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 مثلا بنلاقي تاك 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 دي بالخشب عامل تفعيلة الرتم شكلها حلو قوي احنا آآم آآم كل غنوتنا نجوم الليل من مقام الحجاز واما قام بيبتدي من الريه وبينتهي في الريه ويمكن عربنا له قبل كده كتير بنلاقي انه البداية من نهوان بصيح لكن بنروح للحجاز بسرعة في لمسة سريعة بنروح منها لجملة ظالم وبحبه من روحي قاسي وبحبه طلنوحي ودي اول مرة بنشوف فيها الرئ والانون خلوا بالكو بقى ظالم دي من الكرد بالمناسبة يعني وهو من المقامات المجورة جدا للحجاز لصيقة بي جدا وبعدين قلنا اول مرة للانون اول ظهور ده شرقية فريد خلي بالكم محافظة على الطابع الشرقي بعدين بناخد صول وانون في ليه الظلم ليه ليه الاسوأ ليه يا رب ليه بيعملها الانون وبترد عليه الفرقة وبعدين من الاركسترا والخشبيات بناخد جملة سريعة من مقام الحجاز من مقام الحجاز بتأدي الى ريتم اكثر سرعة وبعدين بناخد جملة جميلة قوي بالوتريات من مقام الحجاز وبتوصلنا للقافلة القافلة نفس الجملة اللي ابتدنا بيها يعني نظام فتح القص وقافله اللي اتكلمنا عنه في حلقات كتير قبل كده يعني ابتدي بنفس الجملة اللي حقفل بيها بتبدأ الاغنية باستمرار عرض الموسيقى باستمرار لكن المرة دي الالة مين اللي بتلعب؟ البيانو الجملة الشهيرة بقى بتاعت نجوم الليل مين اللي بيقول له التن؟ الاركسترة كل الاركسترة بيروح خبط الخبطة دي برضو من باب الابهار ومن باب التعالية الشعورية تعالية العاطفة داخل الجملة بعد كده تمهيد قصير قوي لدخول الغناء تمهيد برضو من مقام الحجاز بقى بيقولوا في تتابع ما بين الوتريات والخشب نسيت اقول انه قبل التمهيد ده البيانو بيكون دخل جملته تي را را تي را را دي جملة من الكرد يعني اذا اللعبة كلها ما بين الحجاز والكرد في المزيق وبنرجع للحجاز ازاي ما قلنا عن طريق التسليم اللي بياخدوا الخشب والوتريات لحظوا بقى انه دور الكرال هنا في الغنوة دي مثلا مش حتلاقوا غير في اهات بتاعت ظلم وبحبه بيقولوا اه كده وبيقولوا كلمة ليه يعني هو يقول ليه الظلم ليه الكرال يقول ليه وهنا على فكرة مش اعتباطي ده على فكرة يعني كانه بيصور لنا أن الكون الكون كله بيشاركه في اهاته في عذابه وبيشاركوا في تساؤلوا في الآخر ليه الظلم ليه ليه الأسوأ ليه يا رب ليه ليه البنيا ما تمشيش عيدل يعني تحسوا كده على طول الكوبلي الأول بيبتدي بجملة البيانو اللي اسمعناها قبل كده وبناخد برضو استعراض من فريد بريت الدمع والشاكو عن الدنيا اللي ما تسوأ وخلي بالكو بقى من حتة هنا عنده حتة بيقول في يومين قال الحياة حلوة فاكرين غنوة الفريد كان اسمها الحياة حلوة كانت كلمات احمد بدرخان غنوة الوحيدة اللي كتبها المخرج احمد بدرخان ولحنها فريد فاكرين الجملة الحياة حلوة بس نفهمها دي خدوا بس الحياة حلوة هنا بيقول ايه فريد ومين قال الحياة حلوة يعني بيستعمل نفس لحنه مرة تانية واخدين بالكو هنا اللي بصها له مأمون الشناوي قال له ومين قال الحياة حلوة فريد ياللي غنيت قبل كده الحياة حلوة وكأنما استعماله اللحنه والنفس الكلمة تاني اللي هي الحياة حلوة كأن فريد بيعارض روحه غنى نفس الحياة حلوة مرة مؤكدا مرة الحياة حلوة بس نفهمها ومرة نافيا هنا ومين قال الحياة حلوة طبعا حركة بمليون جنيه حقيقي جميلة يعني بناخد نفس ظالمه بحبه بس بكلام تاني ومين اشكي ويسمعني ومين نبكي ويرحمني الى اخره الكوبلت التاني بقى مقدمة بنخش الرصد وبنشوف فريد بقى على طبيعته اللي هو العمر قضيته حزين مظلوم شجن جميل وسلطانة وجوه عالي قوي بيتصاعد لحد ما يصل الى البياتي في جملة يا رب ايه العمل لحكمتك يأس ومالي امل غير رحمتك وبنشوفه طبعا بيمارس هويته في استعراض صوته بيوصل لجواب النوى للسهم يعني للسول اللي فوق يعني عده كده ييجي اكتافين ولا حاجة حاجة تخوف وشوفه طول النفس في يا رب اللي في الاخر وبعدين بانتهي بتحور بينه وبين الوركسترا وهو مصر على كلمة ليه 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 آه ليه الى اخره يعني بيكرر السؤال بيكرر السؤال ليه ليه الظلم ليه ليه الاسوأ ليه الوركسترا هو بيقول مكانه وهو بيقول ليه 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 مع غنوة وموسيقى من احلى ما عمل فريد الاطرش موسيقى وغنية نجوم الليل مأمون الشناوي بطيع المنزة فريد الاطرش موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة